من عاوز أقول في الختام الكتاب بقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة طبعا خلال الناس اللي كانت بتتألم وتضطهد وتقتل في كانت تصحبها معجزات كثيرة ورؤى وأمجاد عظيمة إلى درجة كانت ترعب الأعداء وهي تقوم في عملية التعذيب أو عملية الإرهاب فنحن نتطلع إلى المجد أن الرب يسوع المسيح في يوم من الأيام مكتوب أنه سيمسح كل دمعة تصور الرب يسوع سيمسح كل دمعة من عيونهم سفر الرؤية إصحاح 21 آية 4 في أمجاد سموية إحنا مننتظرها على الأرض إحنا منتعاطف مع إخوتنا في الجسد يعني الجسد واحد يتقلم كل الجسد يتقلم الشخص اللي بيتقلم في مصر المؤمنين بيتقلموا في كل مكان شخص اللي بيتقلم في الجزائر ولا بيتقلم في المغرب كل الجسد جسد المسيح الكنيسة تتقلم في كل مكان نتعاطف نتقلم معهم أيضا هذه الرؤى المجيدة بتخلي الإنسان يقبل الآلام حتى ينطلق من هذا العالم الحاضر هذا العالم الشرير موسيقى موسيقى